اشتركوا في القناة هو ويركشوب اللي حيجي أطباء جراحين من كل العالم اللي حيعلموا لأطباء لبنانية وأشخاص لبنانيين التقنيات الجديدة كلها اللي علاقة بعملية الأطفال اللي عندهم تشوه فموي هذا اللي حيكون بأيبريل على ثلاثة من بعده اللي حيكون في بليوت كلوب زيتونة بي فاندريزر بي كمانا بيكون فيه كتير قصص حضور وانترتيمنت وكتير أمور وأكيد الهدف منه هو جمع مبالغ معينة لينعمل عمليات أكتر للأطفال ممتاز عليك الحال تفاصيل مثل ما قلنا على التليفون أو على الويب سايت الناس يخدوها وأكيد رح تعلن بوقتها كليماسك كان عندك بعد انتخابك ملكة جمال لبنان 98 لليوم مجموعة كبيرة من النشاطات ومن المشاريع مدروا تقول إياسينة لي مدروا لا مهول واحد مهم يقول إياسينة يشوف أنه الجمال ما بيزول يضل ويجوهر مع الوقت زبطة هي زبطة كليماس لكن قدمت برامج كان عنديك أكتر من محطة بالإعلام بالصور الحلوة اللي شفناها واليوم عم نرجع نشوف فيك من الإعلام بس من خلال الإعلام المكتوب من خلال واحدة من أشهر المجلات اللبنانية عم بيكون عندك صفحات بالصور مزبوط جاءت خبرنا أكتر عن هالمشروع وأدائلك فيه تقريبا أوكي إلي فيه ثلاثة شور تقريبا هي مجلة اجتماعية معروفة عم يكون فيها أربع خمس صفحات أربع خمس صفحات بالشهر كل شهر هي الموضوع الكونسابت هو فوتوشوت كل مرة بيكون بتام معين كونسبت معين إن كان اجتماعي بيئي أو لايفستايل وفاشن فيه يكون بأي مجال وبكتب عنه يعني الصورة هي بتمثل الموضوع الصور وبينكتب عنه صرنا عاملين ثلاثة أعداد حلوة الفكرة يعني فكرة الفوتوشوت المرتبط بموضوع رح نشوف أكتر الصور تنعرف قدية مرتبطة خلينا نشوف أزمة الزبالة يعني بكل أسف صورة موفقة بتعكس هالكونتراست الواقع اللبناني بكل أسف خلينا نرجع أسيا أحلى رجعوا لعنة هذا العدد حبينا نضوع على مشكلة الزبالة اللي كانت يمكن أقل شوي من شهرين من هلأ هلأ كارثة عم نحكي على الزبالة خاصة على الشواطئ اللبنانية فهذا موضوع كتير كتير بيستفزني واللي بيستفزني أكتر هو الواقع اللبناني اللي هو يمكن عايشين قسم كبير من اللبنانية عايشين بطريقة كتير طبيعية وحتى باللوكس أوقات بينما عن جد لزبالة ما بتنقال بغير طريقة أكلتنا بقى لكل أسف هلأ هوني فينا فينا نقول أنه هو نوع من الرضوخ والقبول وفينا نقول كمان أنه ما بعرف الناس قد يطالع بإيدهم يغيروا هالواقع فحبيت من خلال هيدا الصورة على فكرة اللي هو هالصور كل الفكرة والإخراج كله نحن نطلع فيه وننفذه والمصورة هي صديقة لأقلاء زينا فارس هي كمانا بتنفذ كل هالصور وهالكنسب فحبينا نصور شوي كيف أنه صورة فيها تكون تريق لامور مثل 3-4 ناس لبنانية مع الشامباني حدنا وكلها شي موجود بس الزبالة كلها حوالينا وهيدا هو وقعنا للأسف ونازم نعمل هذه الأسدواجية بالأشياء اللي منعيشها بكتير بكل أسف في كل المطارق عمشوف صور كتير حلوين للعيد يعني لنويل ولرأس السنة شو بتكتب عبالة عارف كيف يعني بكتب عن الموضوع يعني موضوع لزبالة كان شوي موضوع جد رأي شخصي انطباعات بتكتب أكتر انطباعات كيف نظرت لهالموضوع يلي نقيت انه ابرزوا بهالطريقة أو بهالصورة نقض بس نقض ناعم خلينا نقول يعني بحب دايما حط نقاط انه ما بحب أحكم مثلا انه هون اللبنانية عايشين باللوكس بس راتخين في لبنانية مش عايشين باللوكس في لبنانية مش قابلين هالموضوع بس ما قادرين يعملوا شي فجسول يعني بحط كل النقاط بدوي عليها مع علامة استفهام إذا فينا نقول غير موضع فيها تكون أسلس أهلا مثل على كريسمس ونيو يير كانت موضع يمكن أكتر العلاقة بالعيد بالألوان العيد بالأحساس اللي بيعطينا إيه العيد هون كان لايت أكتر الموضوع هون عم نشوف العائلة الحلوة عليك وزوجيك وعليك الصغير هايدي هلأ مؤخرا كمانا كان مجلة الأوبران هي مجلة كتير بحبة تتوزع على كل المدارس في لبنان وموضع كتير مهمة العلاقة بالأمومة بكيف من ربي أولادنا بالجواني بالطبية لأعلاقة بالأولاد فهذا كمان عملنا أدي عمرو عليك بصعوب كتير مع عليك حتى يناله اللابتوب والغراد قدامه لأبل يتسوي أدي عمرو عمرو ثلاث سنين لا حيصير هلا خليليك كليمانس كلمة تختم فيها حوارنا لليوم الناس عم تسمعك وعم تشوفي أول شي بشكرك ألي وماشي للأمتد لأنه كل ما بيكون عندي موضوع بحب أحكي فيه خاصة مواضيع إنسانية بيدل الباب مفتوح لألي فتانك وبس أنا كتير مبسوطة أني معكم وقدرت أحكي بكل هالمواضيع لليوم المهمة وإن شاء الله الناس تتفاعل معنا ونلاقي نتيجة أكتر أكيد كليمانس لليك على كل هالمجهود اللي عم تعاملي وهذا بعتقد رسالة مهمة ورسالة مستمرة الإضاءة على هالمواضيع الاجتماعي وخاصة الإنسان يستعمل قدرته وشكله كمان الاثنين يقدر يجمعون سوى بموضوع يقدر يغير كمان بحية الناس فيعطيك ألف عافية مارسي ألي مارسي كثير أهلا وصحلة فيك نحن رح نتابع حلقتنا زميلة كاتيا مندلق رح نتابع المشوار وتاخدكن مشوار كتير حلو على عكار ومن بعدها رح تستقبل بيولوف فيم عماد فغالي اللي عامل ضجة بيدوره بالمسلسل اللي عام ينعرض على الام تي في خمسين ألف قليل كتار منكن عم بيثبعوه وعم بيحبوه موسيقى 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 موسيقى